حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضمرة بن سعيد السلمية يحدث عروة بن الزبير عن أبيه ضمرة وعن جده وكان شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس فيه وهو بحني فقام إليه الأقرع بن حابص عيينة بن حصني بن حذيفة بن بدر يختصمان في عامري بن الأضبط الأشجعي وعيينة يطلب بدم عامر وهو يومئذ رئيس غطافان والأقرع بن حابص يدفع عن محلم بن جثامة بمكانه من خندف فتداول الخصومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فسمعنا عيينة وهو يقول والله والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرم ذاق نساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل تأخذون لديت خمسين في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا قال وهو يأبى عليه إذ قام رجل من بن ليث يقالوا له مكيتل قصير مجموع فقالا يا رسول الله والله ما وجدت لهذا القتيل شبها في غرة الإسلام إلا كغنمين وردت فرميت أوائلها فنفرت أخراها أسنني اليوم وغير غدا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال بل تأخذون لديت خمسين في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا قال فقبلوا أديتا ثم قالوا أين صاحبكم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلة له له قد كانت تهيأ فيها للقتل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال أنا محلم بن جثامة قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه قال فأما نحن بيننا فنقول إن نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد استغفر له وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا